أنت معك ولك أن تقهر إبليس وتصغيره وتجعله صغيراً أنا مزود بهذا مزود بإيه؟ مزود بالملكات عجيبة إذا سجدت والولى إبليس وبكى قال أمر هذا بالسجود فسجد وأمرت أنا بالسجود فلم أسجد إذن هو يعرف خطيئة الله أكبر سبحان الله وتصيبه بحصرة فرأيت من اتخذ إله هواه وأضله الله على علم يعني هو يعلم على علم هو يعلم سبحان الله إذا ذكر العبد خنس الشيطان ناصر حديث يعني أنا ذكرت الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله هو يخنس فإذا سكت تمر بدأ في الحركة بدأ في الوسوسة فهو يوسوس بقدر غفلتك أنت الله أكبر ويخنس ويبتعد بقدر إيه لأن قلنا من قبل أن هو إبليس مسكان أساس أن الشيطان يجري من آدم يجري من آدم مجرى الدمي في العروق تمام فضيقوا عليه المجارب الإيه بالجوع بذلك ليه هو مصفت في رمضان لأنه يلعب مع الأكل الأكل في شبهة وفيه حرام وفيه تخمة وفيه قلة التركيز وفيه المخي السريح والقلب لا يشرق بهذا المنطق فضيقوا عليه المجاري المجاري بالجوع خلاص لا تخبرش إيه لا تعطرش المادة أنت تعطيش المادة وعلينا بذلك أكلنا لو حلال أيضا يجري فيها فما بالك لو شبهة وحرام يعربد الله يارضا عليك فأنت قلبك ده حصن خلاص فأنت تحصله بإيه بذكر الله بالأكل الحلال بتقوى الله بالخوف من الله بمحبة الله محبة الصالحين فالشيطان يبتدي إيه لا يجي الثغرة يدخل ترجمة نانسي قنقر